السلام عليكم ورحمة الله طب اذا كان معتدل اخر بالواو سأحذف الواو وتبقى ضم الدال على تلك الواو فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة وليس يا صديقي ان تكون الضم هي علامة جزم مستحيل اذا ضم الضل على الواو المحذوف على الكسن دال على الياء المحذوفة يا صديقي كان في المضارع مجزوم علامة جزمه حرف العلة شوف قبلها لم تجزم في المضارع طب اذا كان الالف الآن دائما تفترق هل ستختلف هذه المرة مع الواو ولياء لا يا صديقي ستبقى معها في علامة جزمه حرف حرف العلة فعندما احذف الافا ابقي فتح الدال على تلك الالف المحذوفة لم يسعى الطالب في عمل الشر عرف علامة جزمه حرف عرف العله حرف عرف العله حرف ع HQشو اخر حرف عصلي فيه يقضي الياء حدفناها مع jeweمة اخر حرف عصلي فيه يدعو الواو حدفناها ما آخر حرف عصلي في يسعى الالف حدفناها إذا العامة جزمه حرف العلو يا صديقي ماريك انتطلع على مثال حتى نثبت المعلومة بشرط ان تسبق لم لما لا نه P لما لا نهي الأمر W lindo ودوات الشرط الجازمة إن من إذ ما ما مهما متى أيانا أين أنا حيثما كيفما وأي تجزي من فعل مضارع فعل الشرط وجواب الشرط ومن يتق الله يجعل له مخرجا من يدعو إلى الله يلقى خيرا فلاحظ عنه تجزي من حرف العلة فأنه فعل الشرط أو جواب الشرط المجنوبين في آخره ما حرف العلة تذكر في الفعل مضارع الموتى للآخر نأخذ مثال حتى تبقى ما قيمة حياتك ما لم تسعى في طريق الخير ولم تدعو إلى الإصلاح ولم تقضي بالعدل كيف أعرف تسعى تدعو وتقضي برأيك إذا سبقت بلم لما لأنه لا من عمر أو أدوات الشرط الجزم إن من إذ ما ما مهما متى أين أيانا أننا حيثما كيفما وأي جواز بفعل الشرط وجواب الشرط يا صديقي نشوف تسعى قبل هلم وتدعو قبل هلم وتقضي قبل هلم لو قبل هلم ما ولأنه إما كلها تجذب فعل مضارع المجزوم على مجزم حذف حرف العلة العلف والدلال عليها الفتحة حذفنا عرفا ما رأيك في تدعو قبل هلم ماذا تفعل فعل مضارع المجزوم على مجزم حذف حرف العلة الواو من آخره تقضي فعل مضارع قبل لم فعل مضارع المجزوم على مجزم حذف حرف العلة الياء من آخره إذن هدفنا عرفا وعبقينا فتح دالة عليها هدفنا واوا وعبقينا ضم دالة عليها وليس علامة عربية ولياء هدفناها وعبقينا الكسرة دالة عليها يا صديقي أشكرا الموصول لكم السلام عليكم